اشتركوا في القناة من علاقات تاريخية وطيدة وتنسيق مشترك وبما يشهده التعاون الثنائي بينهما من تطور وتقدم في العديد من المجالات خاصة في الشؤون الدفاعية والتنسيق العسكري وأكد جلالة الملك المفدأ يده الله أن العلاقات البحرينية الأمريكية تميزت عبر تاريخها الطويل بالثقة والاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في كافة الميادين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة وتطورات الأحداث إقليميا ودوليا بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ونوه جلالة الملك المفدأ رعاه الله بأهمية الدور المحورية الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في حماية الأمن والسلم الدوليين معربا جلالته عن تقديره لجهود الفريق أول جوزيف فوتيل في تعزيز التعاون البحريني الأمريكي على الصعيد العسكري والدفاعي وأعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدأ على حرص ودعم جلالته للعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين مشيدا بهذه العلاقات خاصة في مجال التعاون الدفاعي والعسكري موسيقى